نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع مع جرمين إبراهيم استعدادات وزارة التموين ومخازن الشركات العامة عشان يتم صرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين لمدة 6 شهور وده تنفيذ لتوجهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم ده حيبدأ صرفه في أول سبتمبر اللي جاي يا جرمين صباح الخير صباح الخير يا هدير وصباح الخير يا شازلي وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلتوا احنا موجودين في أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين عشان نتابع عملية الاستعدادات لصرف زيادة المقررة على بطاقات التموين لعدد من الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا للتوجهات الرئيسية وفي إطار برنامج الحماية الاجتماعية وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا الأستاذ علي فاتحي سالم العدو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق بالشركة المصرية صباح الخير يا أستاذ علي إبارة حبيك في البداية لو نعرف المشاهدين عن الاستعدادات اللي بتتم الآن لصرف الزيادات المقررة على بطاقات التموين لعدد من الأسر تم توفير جميع السلع الأسسية والغير الأسسية بكميات وفرة المنظومة التموينية الشهر ده نضاف عليها أربع سلع اللي هم أساساً الدقيق والتونة والمربى والطحينة ضافوا على أساس مجموعة السلع التموينية بيقوا 29 سلع بدل 25 جميع السلع تم توفيرها بكميات وفيرة تكفي وزيادة بالنسبة للزيادة اللي نزل الميت جنيه والميتين جنيه والتلتميت جنيه طبعاً نحن ننصح على كل مواطن أن يشوف البطاقة بتاعته نزل عليها المبالغ ولا لا قبل ما يديها اللي بتاج التموين يعني يشوفوا يطلع على الشاشة المبلغ اللي ليه كان بالزبط الجديد في الشهر ده هو أن المواطن نفسه ممكن يصل في المنظومة التموينية بتاعته على أربع دفعات يعني ياخد كمية اللي هو السلع المحتاجة وممكن يخدها على دفع واحدة يعني مش لازم يخدها على دفع واحدة ممكن يخدها على دفعتين تلاتة اربعة يتردد على البدادة التمويني ياخد مطالبه السلع كلها متوفرة طبعاً السكر متوفر الزيت متوفر رز متوفر الديق متوفر جميع السلع على المنظومة التموينية متوفرة بالنسبة لمنخزي بتاعتنا النهاردة أول يوم استعداداً بالأمس تم الانتهاء من حصة شهر أغسطس بالكامل النهاردة ابتداء صرف حصة شهر سبتمبر للبدال التمويني لكن بالنسبة للمستهلك بيبتد يصرف من أول من يوم واحد تسعة بيبتد يصرف الحصة الجديدة بتاعت المنظومة التموينية الخاصة به لو قفنا عن فكرة الزيادة احنا بنتكلم على الزيادة بتتروح ما بين 100 ل300 جنيه تمام ساعتك 100 و200 جنيه وتلتموين جنيه على الناس الأقصر احتياجاً وطبعاً دي أساساً معمولة أساساً بنظام خاص وحصائية خاصة ودي لازم يطلع عليها المواطن البطاقة بتاعته أول ما يقدمها للبدال التموين أو الجهة اللي بيصف منها للتموين يطلع يشوف المبلغ نزل عليه مبلغ زيادة ولا لا لو قفنا عند النقطة والمعلومة دي يعني هل المواطن بيدي بطاقة التموين للتاجر اللي هيصرف منه فيقدر يشوفه في زيادة أو لا ولا إيه الإجراء اللي بيحصل هو طبيعي المستهلك بيروح للبدال التموين أو جهة الصرف أو مجمع استهلاكي بيتقدم البطاقة بيدخل البطاقة بيظهر المبلغ على الشاشة المستحق ليه بيبتدي ياخد اختيارات من السلع طبعاً السلع بالنسبة للسكر احنا مدين 2 كيلو للفرد بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة بالنسبة للزيت إزاز الزيت 800 جرام بحد أقصى بحد أقصى 4 أزايز بالنسبة للرز بيد البطاقة الغاية 3 أفراد بيديها كيس أكثر من 3 أفراد بتاخد كسين بالنسبة للمكارونا نفس الحال برضو بياخد 800 جرام كيس لعدد 3 أفراد إذا زاد عن 3 بياخد كسين جميع السلع بعد كده بيكمل بجميع السلع المتاحة اللي فيه بعد فيه دقيق فيه مرباط فيه تونة حالياً فيه منظفات فيه صبون فيه بسكوت الحاجات ده هي فيه حاجات أساساً يعني معها للدكتور رزيز التونين بيراعي أن المواطن ياخد مستحق بالكامل سلع نازل على المنظومات التونينية بجنيه و2 جنيه و3 جنيه ودي أساساً يغضي الفكة إذا كان لي أي بوائي ياخدها من السلع أو حسب احتياج ورد هل الزيادة دي هتكون للسلع محددة ولا يقدر يستخدمها في أي سلع في إطار طبعاً السلع التونينية؟ الزيادة لا، الزيادة في جميع السلع اللي موجودة في المنظومة التونينية زي ما قلنا بس فيه تحديداً لبعض السلع السكر 2 كيلو لفرد بحد أقصى البطاقة 8 كيلو بالنسبة للرز كيلو للبطاقة للغتاة أفراد أربع أفراد ياخد كسين هي والمكرونة 800 جرام برضو كيس لغتاة أفراد ما زاد عن ذلك ياخد كسين بالنسبة للزيت زيت 800 ملي بحد أقصى أربع أزايز للبطاقة خلينا صحح برضو مع حارتك معلومة مغلوطة يمكن انتشرت عند بعض من المواطنين انه في بعض اعتقد انه زيادة هتكون زيادة نقدية وليست زيادة عينية في شكل سلع فنقدر نصحح المعلومة دي مع حضرتك لا حضرتك اللي زيادة نازل أساساً على البطاقة أساس ياخد بيها سلع منظومة تومينية نحن قلنا برضو المبلغ طبعاً كبير شوية ممكن المواطن ما ياخدش التمويل بطاقة دفعة واحدة المتاح من الشهر لهوة انه هو ممكن يجزئ التمويل بتاعه ياخده أساساً على أربع دفعات طوال الشهر انا مشكر حتك جداً على كل المعلومات دي وعلى وجودك معانا يعني هدير جشاز لذا كان لقاءنا مع أستاذ علاء فتحي سالم العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق بالشركة المصرية عرفنا تفاصيل عن الزيادة اللي هتم وهتتقدم طبعاً تنفيذاً للتوجهات الرئيسية للرئاسية للأسر الأكثر احتياجاً وكمان أسر الخاصة بتكافل وكرامة وده تخفيفاً على المواطنين وطبعاً في إطار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية برجع لكم مرة تانية في الستوديو شكراً لك طبعاً يا جرمين والضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل